بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا الكريم رسالة إلى المرضى دائما المغرر بهم المفتونون برقاط الخرافة والدجل المحتالون الكذابون على المرضى المساكين تجد الراقي يقول لك يجب أن ترى شيء في المنام أو ترى في الرؤية أو في الحلم شيء لكي نعلم بأن الشيطان المتلبس بك قد خرج أو مات أو قضي عليه أو نعلم حالتك بها سحر حاسدة أو كذا أو كأعين حاسدة أو سحر أو مس أو كذا هذا راقي كذاب والله العظيم راقي كذاب يهرف بما لا يعرف هذا يتكهن لأنه هذا الأمر لا أصل له لم يفعلوا لنا صلى الله وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا العلماء ولا أي أحد إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة لم نجد هذا الشيء الذي خرجوا به على المرضى المساكين فلا تلتفتوا إلى هؤلاء لا تلتفتوا إلى هؤلاء لا تتبعوا هؤلاء يضيعونكم هؤلاء يعملون لصالح الشياطين هؤلاء يزيدون الشيطان تسلطا وتحكما في المريض أكثر وأكثر وأكثر والله العظيم هؤلاء يحبهم الشيطان أكثر من حبه للسحرة والكهنة فلا تلتفتوا إليهم الرقية واضحة رقية جبريل ذكرناها كم من مرة واضحة وإي الشفاء الكافي ورقية النبي صلى الله عليه وسلم واضحة رقية الصحابة واضحة فتوى العلماء الأجلاء الكبار واضحة فلا تلتفتوا إلى هؤلاء الرقات لا تلتفتوا إلى هؤلاء الرقات هؤلاء الرقات يهرفون بما لا يعرفون يأتون باجتهادات وتجارب ما أز الله بها من السلطان لو رجعتم إلى هذه الاجتهادات والتجارب جلها من كتب السحر والكهنة وجلها من اعترافات الشيطان الرجيم المتصلط على لسان المرض المسكين عندما يحاولونه فلا تلتفتوا إليهم لا تجدوا عندهم الشفاء لا تجدوا عندهم العلاج لأنهم يقولون أقوالا ويجتهدون باجتهادات لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحذر الحذر الحذر الراقي الذي يعتمد على الرؤى والأحلام ويقول لازم ترى ولازم تحلم ولازم كذا هذا راقي كذا فاحذروا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته